نظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا حول مخرجات المحور السياسية للحوار الوطني يأتي ذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني في تقييم عام للمجريات الحوار داخل اللجان يعني عقدة 24 جلسة أعتقد أن السمات الواضحة أو المشتركة ما بين هذه اللجان جميعها أنه أولا في حرية عالية وكاملة لطرح كل وجهات النظر هذا حوار غير مهندس وبالتالي طرحت كل الأفكار من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بشأن كل القضايا سواء الأحزاب السياسية أو المحليات أو اللجنة اللي عقدت الأقضاء حقوق الإنسان كل وجهات النظر تم التعبير عنها بصراحة وهذا كان أحد الأهداف الأساسية أو الضوابط الأساسية للحوار هو حوار بدون صقف ودي النقطة الأساسية اللي أكد عليها مجلس الأمناء منذ الجلسة الأولى المتحاورين حددوا القضايا اللي عايزين ينقشوها ويطرحوا حلول وفقا لأيديولوجياتهم وأفكارهم وأطرحاتهم ديها مش بس الأحزاب السياسية الخبراء والشخصيات العامة وأسادة الجامعات لكل رؤيته وفقا لمرجعيته الفكرية شايف أن الحل المشكلة الفلانية يخدم بلده لو المشكلة دي تحلت بالطريقة الفلانية عشان كده أنا قلت زي ما المتحاورين زي ما كل الأطراف شاركوا في تحديد القضايا هم اللي هيحددوا الحلول في حالة توافق على إضافة الانتخابات المحلية لكن الحياة فيه نسبة كبيرة جدا مع القائمة المغلقة المطلقة ليه؟ لأن النسب اللي في الدستور 25% شباب 25% مرأة 50% عمال وفلاحين هناك أحزاب ومنهم حزب التجمع علينا بنتامي ليه وحزب مستقبل وطن وأحزاب مختلفة فبتقول أنه ده مش هتطبق عليه غير القائمة المغلقة المطلقة وفيه أحزاب تانية بتقول لا قائمة نسبية في المحليات فحتى فيه وجهات نظر تانية بتقولهم طب إزاي هنقدر نحصل على نسبة المرأة الكبيرة دي أو الشباب فيه بقى طيار تالت خالص وكل هوا كل اللي احتراموا التقدير بقولك فردي طب فردي إزاي؟ طب إفردوا المواطنين راحوا انتخبوا نسبة مرأة مثلا 10% عوستوى الجمهورية إذا أنت وقعت في مشكلة دستورية